بسم الله الرحمن الرحيم ازايكو يا شباب يارب تكونوا بخير الحقيقة ان فيديو النهاردة مميز بالنسبة لي شوية لان النهاردة احنا في شهر ديسمبر 2022 وانا بشرح الكارديو اللي كان في دماغي ان دفعت رابعة في عين شمس بتاعت دلوقتي مفروض ان هي كانت هتسمعو ولكن اتضح ان السيستم اتغير بعد دفعتنا فطلع ان السنة دي مفيش حد بيسمع هذا الشابتر خالص 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 بمعنى ان لو انت بتسمع الشابتر ده فانت غالبا بتسمع السنة الجاية فاعرف ان انا عملت الشابتر ده في بدري سنة واهلا بيك ولو انت سمعت الحد هنا احنا دوقتي تقيما في المحاضرة التسعة اظن لو انت سمعت الحد هنا فانا ممتن ان انت وصلت الحد هنا ولكن يلا بينا نبدأ موضوعنا النهاردة الى وهو كالعادة هنبدأ بركاب ثم هنخش بروماتيك هارتي ديزيز بالروماتيك هارتي ديزيز واشنا قلنا اخر مره او المره اللي قبلها في الهارت فاليير قلنا ان احنا عندنا الشابتر الكارديو بتقسم لثلاث امراض الكونجينة الهارتي ديزيز والروماتيك هارتي ديزيز والكارديو مايوباثي وبعدين دول ليهم complications من ضمنها وأهمهم الheart failure والinfective endocarditis والarrhythmias والthrombosis واتفقنا أن أنت في الهيستوري بتاخد الهيستوري بتسقى على الواحد اتنين تلاتة ربعة خمسة ستة على ستة ايتمز دول باستثناء الكارديومايوباثي وقلنا اللي أنا عايزة أوضحه لك أنه برضو الماناجمنت بتاعت كل عيان من دول هو complicated ولا مش complicated بتفرق معك طيب فسفحنا اللي سلايد دي قلنا أنه بتلخص المنجينات الheart disease قسمناهم left right chunt وسيانوتك heart disease وobstructive lesions اللي بتمنفست بلو كارديك اوتبوت فقلنا الASD والBSD والPDA Cyanotic Heart والPhilothetrology and others مش حابب أقفنا كتير احنا رجعناها كتير طيب وقلتلك أن احنا عندنا حكا اسمها heart failure وقلتلك أن الheart failure ده بيتشخص clinically بدون investigation خالص من أنا بسأل على pulmonary venus congestion رولي current chest infections وبيرفع المخدة systemic venus congestion قلنا بسأل على الرجل والبطن والكبد والمعدة وقل له cardiac output قلنا بسأل على CNS والmuscles وحاجات تانية زي الأوليكوريا قلنا علاجه زي ما اللي احنا شايفين من الاتيولوجي نفسه في حاجات بتقللي preload ده فالهارت ما يحتاجش إيدة pump دم دم كتير وفي حاجات بتقللي الafterload فالهارت لما ي pump مش يبقى قدامه resistance كبيرة وفي حاجات بتقوي عضة قلب نفسها وهم دول الثلاثة عناصر رئيسية زائت طبعا والمهم جدا عندنا في الـ prevention هو lifestyle ثم اتكلمنا عن الـ infective endocarditis وحكيت لك إن هو بيبدأ بأن هو في بكتيريميا بلاس damage endocardium بأي مرض من الأمراض اللي عندنا ده يعمل لي إن البكتيريا بتوعوط في الـ valve دي أو في المكان ده توعوط تعمل لي place it aggregation أو thrombosis ده يسمو vegetations لما تبقى في الهارت بيكون اسمها vegetations قولتلك إن الـ vegetations دي بتنتشر في الجسم لإنها فريبول فتعمل لي toxemia وتactivate the immune system واتكلمنا إن إحنا في الـ infective endocarditis كونها infective فاحنا محتاجين يكون عندنا evidence لهذا الـ infection ونوعه وده ليه شروط معينة زي نيجيبه وكون الـ endocarditis محتاجين يكون عندنا evidence of endocardial damage وده اللي اسمه الـ major deox criteria أما باقي الحاجات دي لما تمشي فيها هتدارف تطلع منها minor criteria وتكلمنا إن الـ prevention بيعتمد على كلمة infective إن إحنا نمنع هذا الـ infection والـ treatment بيعتمد على إن إحنا نعالج هذا الـ infection وإن إحنا نصلح الليجان دي once إنه حصلت طيب إحنا كده عرفنا الـ heart disease وعرفنا اتنين من الـ complications طيب دلوقتي إحنا هناخد إيه؟ إحنا هناخد مرض تاني خالص ممكن يجد complicated بالـ heart failure والـ infective endocarditis ولكن هو مرض مختلف عن الـ heart disease فبالتالي إحنا هنبدأ قصة جديدة وعيان جديد وفي سن مختلف ويلا نشوف إحنا كاكل لو أنت فاكر من دولتي حتى الآن كنا نتكلم على عيان congenital ثم حصل له complication النهاردة أول مرة هنتكلم على عيان acquired ونما أقول لك acquired وحط لك الصورة الغريبة دي ده يعني في حالة إن أنت مش واخد بالك فدا tongue depressor اهو بالتالي ده التونج بالتالي اللي ورا دي التونسلز مما يعني إن إحنا عندنا عيان هيبدأ لي القصة بـ pharingitis ومشكلة الفارنجايتس إن هو البكتيريا اللي بتعمله حاجة اسمها streptococcus biogenes فلما البكتيريا streptococcus biogenes دي بتعملي الفارنجايتس ده جهاز المناعة يحاول يضربها لكن للأسف هي فيها حاجة اسمها M protein والM protein ده مشترك عندنا في كذا نسيج يعني مش الـ heart بس ولكن الـ heart هو أهم نسيج منهم بالتالي إحنا بنخطو في مرض الكارديولوجي فلما تضرب لي هذا النسيج يطلع لي حاجة مرض تاني لمرض ده autoimmune والمرض ده يعمل لي inflammation في هذا النسيج المشابه للبكتيريا النتيجة لإني فيه M protein الميكانيزم دي اسمها molecular mimicry يعني إيه إن الموليكيول اللي في الـ heart اللي هو اللي في M protein شبه الموليكيول اللي في البكتيريا اللي هي M protein برضو أو cross antigenicity اللي هو الـ antibodies دي كانت بتهاجم هذه البكتيريا ولكن نتيجة لهذه الـ cross antigenicity دي بقت تهاجم الـ antigen اللي بي express itself في الأنسيجة اللي شبه الـ heart طيب هل إيه بقى هل أي بكتيريا تعمل لي هذا المرض؟ لا لو إحنا كان موضوع ده كده كان شابتر المايكرو كان بدلا ما هو كتابين كبار كان هيبقى خمس كتب كبار لكن يعني مش الحمد لله على كل حال يعني ولكن اللي بيعمل هزيه اللي بيعمل هزا المرض تحديدا هو نوع من هزيه السريبتو كوكاي اسمه group A beta هيمولاتيك سريبتو كوكاي كلمة مهمة افتكرها هتجيلك امسك يو كتير فمش هتحتاج تفتكرها هتسئل فيها كتير هتجاوبها كتير في اي امتحان clinical اي امتحان شافوي اي امتحان اي امتحان يعني بدون استثناءات نسيت اقولك ان المرض بتاعنا ده بيبقى مرض clinical يعني بيجيلك في ال clinical round وبتشوفه بامتحن عليه وتاخد منه history وتعمله examination مما يعني انك كده عرفت ان انا لو عندي عيان rheumatic heart disease قريبت انه هو acquired بالتالي هيبدأ من سن متاخر فلما قولك يبدأ من سن متاخر اما انت كده تطوين تبقى get-minded بال rheumatic heart disease ودسأل العيان على لو جالك فارنجايتس قبل هزيه الاعراض وخليني اكمل لك ان مش بس ان هي group A beta هيمولاتيك سريبتو كوكاس ولكن الممتحان ممكن يخش لك بالتفصيل شوية بعد رأي دكتور حسين ستار ويقولك ان فيه strains معينة الا هي 1-3-5-6-18-29 ليمسي بالخير دكتور اسامة كان بيقول 1-3-5 ارقام الفردية وبعد 5-6 وستنى تفكرك بالتمنتاشر والتمنتاشر تفكرك بالتمنتاشر تفكرك بالتسعة وعشرين علشان كده لو حد عنده برد في المدرسة بيقعده في البيت وبتنتشر من سن من 5-15 سنة بالتالي برضو هيجيلك عيان سنه كبير المشكلة بدأت من انت يعمل طفل او يعمل حج او ان كان انت شايف شكل عامل زي قدامك هيقولك ان انا مشكلة بدأت من وانا عندي 7 سنين وانا 8 سنين وانا 10 سنين وهكذا بالتالي كده برضو جيت مايندد بالروماتيك هارتي رزيز وبيقولك ان مش اي حد بيجيله فارنجايتس بيجيله هذه الروماتيك فيفر اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي مش بيجيله هذا المرض اللي هو الميكاليزم بتاعته موليكولر ميميكري بحكس هي موليكولر ميميكري لازم يكون فيها جيناتك ساسيبتابلتي زائد هذا التريجر اللي اكتف في هذه الجيناتك ساسيبتابلتي اللي هو اسمه ايه فارنجايتس اللي هي اسمها ايه بالضبط بجروب ايه بالفارنجايتس سترين 1-3-5-6-18-29 المرض ده اسمه روماتيك فيفر اللي احنا نتكلمنا عنه ده اسمه روماتيك فيفر روماتيك فيفر هو اوتو ايميون اوتو ايميون نتكلمنا ليه لان خلايا مناعب لضرب الجسم نفسه اكيوت انفلاماتوي لان الخلايا الطريقة الضرب دي هي مجرء في الانفلاميشن وهذا الانفلاميشن اكيوت وانده بيحصل 2 ويكس ليتر بعد هذا الفارنجايتس اذا هزا الطفل قالوا فارنجايتس بعدها باسبوعين قالوا هذه المشاكل اللي هي عبارة عن ايه؟ روماتيك فيفر بتبقى بتشخصها بنفس الافكار الرئيسية اللي احنا نتكلمنا عنها حتى الان والافكار الرئيسية دي واحد جمعهم وقال لك انا هسميها موديفايت جونس كريتيريا قال لك ان انا محتاج افدنس لهذه السترين ان انا عندي عيان عنده فارنجايتس طيب انا هجيب الافدنس ده ازاي؟ هنشوف دلوقتي طيب حاجة تانية في الموديفايت جونس كريتيريا هي من بروتين هي اللي اتضربت مش تيشيوس تانيا اذا احلا يعرف ان فيه ان انا بشوف اللي هو عبارة عن ايه والله هي السريبت فيها كزا مكون زي السريبتولايسين او فانا بشوف ولما بشوف بيهمني قوي ان انا تكون اعلى من تلتمائة وتلاتة وتلاتين تووتز يونت يعني نقطة كلمة مهمة تلتمائة وتلاتة وتلاتين كلمة مهمة ليه؟ لان رقم واحد بيتيجي في الامتحان رقم اثنين علشان احنا مميزين في مصر بهذا الرقم لان باقي العالم اقل من كده بمراحل يعني وغير كده ان انت عندك حاجة اسمها تي انتي تي انتي دي ان ايز ولو انت دي ان ايز ده هتلاقيه حاجة ميكانيزم معينة البكتيريا دي بتقوم بيها بوظيفها الحيوية فاحنا لما تتكون انتي بري ضده يبقى انت كده عندك انتي دي ان ايز ولكن انت موجود اكتر مع السترين اللي هي بتاعت الاسكن احيانا نتكلم في فارنجايتس يبقى انا ميني يهماني اوي هماني اوي الاس او تي انه يكون اكتر 233 اعرف لو بتكلم في سكين ليجين ما هتاخدوها ان شاء الله في النيفرولوجي هبدأ احط الانتي دي ان ايز الاول طيب وبغير كده عندي الانتي هيالو يورينيديز وبرضه هي نفس الفكرة انا مش حابب اقف عنده كتير الصراح او ان انا اعمل ثروت سواب للكلشرة ان سنستيفيتي وبرضه يحضرني انا دكتور اسامة هو بيسأل سؤال سؤال المتعجب يعني هل احنا العيان ده هلاقي فيه بكتيريا بعد اسبوعين والله اه لو هو مش بروبرلي تريتيد بالتالي برضو قدر استنتج من هزي النقطة لو انا عايز اعمل بريبنشن اتريت العيان ده بروبرلي او عندي recent history of scarlet fever اصل ال scarlet fever ده هتاخدها في الانفكشن ان دي بتكون maculopopular rash لها خصائص معينة شاهد منها ان هي السبب بتاها هو ال stript infections فانت لما يجيلك عيان يوصف لك ال scarlet fever فيه ويوصف لك بعدها ان حصل الصورة المرضية المعينة دي ساعيه لا تتبقى تفكر ان انت عندك ال pneumatic heart fever aromatic fever دي طيب اما الايه التشوي damage اللي بيحصل التشوي damage هو كلمة جونس برضو دكتور اللي هو حسين ستار بتاع باثومة كان قال الميمونك ده كان جميل انت ممكن تستنتج من جونس اللي جاي بيطلب منها الجوينت فالجوينت يعمل لي polyarthritis وده على فكرة most common اذا المost common complication او المost common association او المost common presentation في العيان بتاع الروماتيك فيفر اللي في شابته الكارديو مش كارديو لا هو روماتيك فده مفروض شود ميك سنس بس هو في العادي الناس بتتلخبط فيها فبالتالي المost common هو ال polyarthritis كام في المية سبعين في المية ال او قال لك دكتور حسين قال لك ان هي ال او دي شبه القلب قلب مقائني قلب حتى دايرة كده مقفولة فال او تفكروا بالكارديوتيس اللي هي بتشكل خمسين في المية من العينين دول ثم ال ان تشهدلي على الساب كوتينيا سنوديولز ثم الايريثيما الاي ااسف تفكرني بالايريثيما مارجينايتم والاس تفكرني بالسايدرهم كورية طبعا ان تفكرني بالنوديول ان الديول هي المميزة هنا والاس تفكرني بالسايدرهم لان سايدرهم هي المميزة هنا لان انا عندي كوريات اخرى او كورية باش اشكال اخرى طيب دا كده الكلام دا كله على فكرة دا دايريكت تشيو دامج انت شفته بعينك وهنشوف دلوقتي حتى ايه تفاصيله بالزبط فبالتالي دا في امبروتين 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 نبقى كده دا الحاجات دي ميجر كريتيريا محتاج منهم قد ايه اتنين او محتاج واحد من دول واثنين من دول اصل طول حاجات مش سبيسيفك قوي يعني ده فيفر مثلا طب هو نخلط هنا عين الكارديتس عنده فيفر أو أرثرالجيا طب هو الأرثرالجيا قد تكون انفلميشن أو قد لا تكون الشيء ده برضو لو انت قلت بولي أرثرالجيا هنا ومسلا عنده بولي أرثرالجيا وفيفر لا هنا مش ترماتيك فيفر ليه لأنه الأرثرالجيا لا تحسب إذا كان في بولي أرثرالجيا لما يقضي جزء من ده فلو قلت ده مش محتاج ده أو الأكيوت فيز ري اكتنس والأكيوت فيز ري اكتنس دي حاجات بتعلم مع أي انفلاميشن محتفى أنه ده أكيوت انفلاميشن زي ACRP والESR والليوكوسايدس أخيرا وليس أخيرا البرولونجد بي أر أون ECG طبعا الECG بيكون في سجمانت معينة البي أر منهم بيكون طويل وبرضو أفكر مع بقية عاية أنه انت البي أر مش بتحسبه لو أنت لقي الكارديتس ليه لأن هذا الكارديتس يشمل أنه في بولونجد بي أر فلو أنا قلت ده مش محتاجة أقول ده وقف هنا بقول لك أن السحيدن هم كورية زي ما هي مكتوبة آخر واحدة مع ذلك يا مش الليس كومون خلي بالك زي ما هي مكتوبة آخر واحدة أقول لك أنها ممكن بتيجي متأخر حبتين ثلاثة عن باقي هذه الأعراض يعني لو العيان ده تعادل نهارده بعد أسبوعين جالوا هذه الأعراض أو ما جالوش نمكن بعد سنة أو بعد ستة شهور أو بعد أعراض من الشهور تجي له هذه الكورية إذن ممكن الكورية تيجي لوحدها يلا نبدأ بالبولي أرثريتس أصل البولي معناها أنه أكتر من أربعة جوينس طب هما أنهي جوينس لأ هما الني والألبوز والأنكلز أدي النيز وأدي الألبوز وأدي الأنكلز لكي ده اللارج شوينس وأرثريتس معناها أنهي فيه انفلاميشن والإنفلاميشن فيه أرفور كارتان ساينس الرد والهوت والسويلينك والتندرنس زائد اللوصف فونكشن اللي هي ليميتد موفمينت هتأخذوها في شفتر الروماتولوجي في البطنة بالتفصيل المميل لحد ما تزهقه وعدم ديحنه فيها وهتستيقل فيها ويعني إلى آخر وبعدين البولي أرثريتس على فكرة هتأخذوها في شفتر الروماتولوجي سواء بطنة أو أطفال لها أسباب كتيرة فأنت لازم تفهم يعني العيان اللي يجي يقول لك الانتي بولي أرثريتس بتاع روماتيك فيفر لازم كده تسمعه كده تسأله هي بتروحه تيجي فيقول لك آه يا فندم ده بتيجي مثلا ترقبتي هنا تروح سايباني تروح رايحة بعد يومين ثلاثة تروح رايحة على كوعي بعدين تسيبه يومين ثلاثة يعني بعد يومين ثلاثة تروح سايباه ونزل على الأنكل فيقول لك إن هي كان دكتور وهدان في الجراحة بيقول لك لو كان فيه يعني سبيسيفيك آآ ديسكريبشن للسيمتم كان بيقول لك العيان يغني لك إنها ميجراتوري بيقول لك إنها نون إروسف بمعنى إيه؟ بمعنى إن هي ما بتسيفش فيعني لو لو الواجع راح من هنا أو الانفلاميشن راح من هنا العيان ده يحرك رغبته زي الفل وبيقول لك إن فيه آه يعني العيان ده ياخد حبة الأسبرين من هنا كده المشاكل دي كلها بتاعت البولي أرثوريتس دي اتحلت وخليني أقول لك هنا حاجة إن السلسلات في الأطفال دي كلمة تقلقك كلمة تقلقك قوي يعني فخليك فاكرها علشان هنرجع لها بعدين طيب واتكلمنا بعدها إن أنا عندي قولنا كده الجي فور جوينت وكان عندنا الان فور نوديولز وكان عندنا الاي فور إريثيومار جينيتا يلا نتكلم عنه واحدة واحدة ديقول لك الصف كوتينيس نوديولز هي بمناسبة ليس كومن واحد في المية وخليني أفكرك هنا ان انت كان عندك في الانفكتيب انكارديكان عندي حاجة اسمها أتった frecu اللي كانت تندر اللي كانت immune complex diposition اللي كانت انترا كوتينيس اذن اللي في الانفكتيب انكارديديس الأتاء إسمها انترا كوتينيس اما اللي هتم كل ما لها ش اسمه سب كوتينيس نوديولز وهي لأسف انتكلم عن المفكالي الكارديدس دي كمان شويا فإذاً هي معاها Poor Prognosis عرف لو ده بس ده ما فمعهوش Poor Prognosis طيب إيه موصفتها؟ إنه duals دي هي بيكون confirm ناشفة إتت تحط إيدك عليها العيه ما يتوجعش تحركها لتحرك معاك حجمها من أو أحد من عشرة سنتي لسنتي يعني نسبياً من صغيرة أو الكبيرة over extensors and pony surfaces أو asif and pony prominences زي الإيه زي الألبو لو أنت حطت إيدك على الألبو هتلاقي extensor زائد إنه هو pony prominence نفس الكلام ثني ونفس الكلام chain of tibia اللي هي الحتة اللي قدام من رجلك لو أنت نزلت كده إيدك من رجبتك لحد أصابق أخدامك هتلاقي في عظمة كده في المكان الليج المعظمة اللي قدام دي هي دي اسمها chain of tibia أو ده المكان أو ده المكان اللي بتوصف ب chain of tibia فإنت بتشوفه عليه طيب عايز أوريها لك ده فين؟ ده هنا كده أنا مش هارف أحد الدكوع ولا رجبة العينة بس I think إن ده هيبقى قوع العينة I think يعني لأن إحنا متكلم في سن كبير فده ممكن يكون قوع أو رجبة مش مشكلة المهم إن الأدي هينو ديولة هي ولأنا حرقتها هلاقيها موبايل ولو أحط إيدي عليها العين مش هتوقع وعندي في الناحية الثانية إريثيمة ومرجينيتم والإريثيمة ومرجينيتم هي إريثيمة يعني حمرار مرجينيتم يعني بيوصف بيوصف شكلها يعني بس بكلمة واحدة عشان هي بتكون حتة محمرة وفي وسطها تيل سنتر والبوردر بتاحها بيكون مدور بيكون عمل شعرف أولاي زي يعني أحد شوفها دلوقتي هأكد لك علي يعني هي السيرسونية بوردر ده وزي ما كانت دي نون تندر فدي نون إتشي وزي ما كانت دي فريلي موبايل مش زي بقى أنا بس مجرد بفكرك بهم ببعض دي بتكون إفناسنت يعني إيه يعني بتخفل وحدها وبتيجي لوحدها وفي حاجة غريبة جدا 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 ألا وهي إنها بتزيد إريثيمة مرجينيتم بزيد لما تسخن جسمك لما الإنسان ده يخدش سخن مثلا أو هذه التفاصيل إذا فكرك إن إحنا عندنا كزا مرض تاني لعلاقة بالتمبرتشر وأفكرك إن ده كان موجود في شابتر الهيماتولوجي مش في الأطفال لكن في البطنة فأنا بس حبيت أقول لك دي عشان لو إنت حبيت تعمل تبقى تعمل إنت كوريليشن براحتك ولما توصل هناك افتكرني إن كان في مرض أو بتالي مرضين بيتغيروا بالتغيير حرارة السكين بضوء اللي فيها مرجينيتم مميز فيها قوي إن هي مش بتلمس الفيس أدي هنا أنتباك إذن هي مش أنتفيس أدي هنا البيل سنتر أهو موضح هنا جدا وأدي السريسينات بوردر إذا كده عرفت كده شكل السريسينات بوردر دي هتروح وترجع تاني فعرف إن هي إفانيسنت العيان ده مش هيهرش فيها ولو حدش سخت هلاقي العلامات دي سايدة طيب وفي نقطة بقى اللي أنا عايز أكبرتلك إن أنا بتيجي لوحدة اتفقنا بولي أرثويتس لو معي أرترالجيا ما حسبش الأرترالجيا قلتلك إن الكورية ممكن تيجي متأخر وممكن تيجي لوحدة الحقيقة أنا مش فاكر الترتيب اللي أنا كتبها بيه فأنا هقراها معك طيب بيقول لك إنس الكورية رقم واحد هي 10-15% من الناس اللي عندهم متك فيبر بيزنتوا السابيس بكورية هي بتيجي أكتر في البنات وهتلاقي الصور اللي أنا هجيبها لك بتاعت بنات أعتقد وبتضرب البيزر جانجليا طيب البيزر جانجليا دي أطلع بيها بمعلومة إيه رقم واحد أحدد إنها كوردتني جليس تاني حاجة أطلع بيها بمعلومة إيه البيزر جانجليا وظفتها يعني بالكلام العامي إن هي بتخلي إنت لو المخ بيفاير حاجات كتيرة قوي أو أوامر كتيرة قوي للموتور سيستم إنت بتبقى عايز اللي إنت عايزه بس هو اللي يطلع والباقي ما يطلعش فالبيزر جانجليا بتمنع إن الباقي يطلع بمعنى إيه؟ إنها بتضمن إن الأوردر اللي إنت تديته من الكورتكس هو اللي نازل تحت أي حاجة تانية مش هي اللي تنزل ومعلومة أخيرة إن هي سيلف ليميتينج بمعنى إن انت بتعليجها مش بقوية لو إنت سبتها هي بتخفل وحدها خلال 4-8 أسابيع وهي كلينيكالية نحن كده تكلمنا هنا كلينيكالية يعني بولي أرثرايتس وصفناها وقلت لك العيان بيقولها لك إزاي؟ كلمنا على ساب كوتينيا سنوديولز وقلت لك إنت بتشوفها وبتحسها إزاي؟ كلمنا على إليثيومورجينيتم وقلت لك إنت بتشوفها فين؟ وشكلها عامل إزاي؟ والعيان هيقومة اشتكي لك منها إزاي؟ يقولك مش هيشتكي لك لأنها تقدر بقى نانئتشي هيشتكي لك من المنظر؟ طيب الكريعان هيشتكي لك منها إزاي؟ بالثلاثي مهم إيه هو الثلاثي؟ أول حاجة abnormal movement طيب ده منطقي ليه؟ لأن إحنا الكوديت نيوكلس الكوديت نيوكلس قلنا بجزء inpezial ganglia اللي بيمنع لي هذه abnormal movement فمنطقي لو بازت يبطلع لي abnormal movement حاجات تانية emotional instability أوكي فده برضو يعني sorry يا جماعة للفيميلز ولكن الايموشن الاستقاوي يعني باستثناء الaggression as far as I know بيبقى مو related للفيميلز فعشان كده برضو نبتكر إن هي يعني مش مش قصدي إساءة يعني ولكن دي طريق لنا رابطها في دماغي على الأقل يعني طيب وهي لو كانت سيفير قوي هزي الاموشن الاستابيليتي ساعتها بتكون حاجة اسمها مانيكل أو ماني مانيكل كورية اللي هي ايه مينيا اللي هي الجنون والكورية فبالتالي امينيا دي هتلاخدها في السايكايتري فتفكرك إنه في اموشن الاستابيليتي وكورية لو اسم البداع مش فكرة مش حاجة صعبة يعني طيب وهي بوتونيا اندريفليكسيا طيب أنا بحقية أنا مش عارف هزي الميكانيزم فلو انت عرفت قولها لي أو اشرحها لزمانك إنه أنا فعلا مش عارفها ولكن نشاهد إن هذا الصدن الكورية مش بس عندها مشها الانستابيليتي مش بس عندها ابنورمال موفمينت ولكن عندها هايبوتونيا اند هايبوريفليكسيا ده اسمه ايه كوريا براليتيكا أو كوريا مولوس نتنبت نوصف واحدة واحدة الابنورمال موفمينت دي هي صدن بمعنى انها بتيجي فجأة انت بتتفاجئ إنه يدي العيان بيتحرك تاني حاجة أنا بتكون جيركي وأنا جيركي معرفش أوصفها كلينيكلي قوي صراحة إني أنا عارف شكلها بس مش عارف اوصفها بالعربي فرشح إن انت تشوف شكل كوريا وتفهم منها انت برضو فرس هاند يعني إيه جيركي سميه بربيسفول أصده أصدهم بيها إن انت لما بترفع إيدك مثلا هي العيانة بيجي لها صدن موفمينت إنها ترفع إيدها فأنت قدامها فتروح هي كأنها بتصرح شعرها فإيه لو بتطلق بتصرح شعرها بس كان اسمه بربيسفول موفمينت لو هي محركة إيدها بس يبقى اسمه مش فعرفش أن ولا تبقى تاخد ضد بتاعها إيه ولكنها مش هتبقى بربيسفول موفمينت طيب لكن لو هي خدت لكن لو هي رفعة ديها مش قصدها ومع ذلك صراحة شعرها ده اللي اسمه سمي بربيسفول وبروكسمل موردن ديستل ميننج إن هي بتكون شدة من ناحية اللي بتقوي بتكون الحركة على منطقة الكتف وعلى منطقة الحوض والثاي مش على منطقة الهانز ويقول لك إنها بيزيد بالإموشنز ده برضو يفكرني بإن هي جيرلس تو بويز أكتر الجيرلس أكتر وإنها بتقل بالسليب ولا يفكرني بإنسان عادي أي إنسان ما بينما بيبقى أحسن له يعني دي ما فيها إش حاجة معينة إنك تفتكرها بيها الواعدين برضو بيقول لك بيقول لك إن الأبنورما الموفمينت دي هي إز إز بايلاترال and asymmetrical بمعنى إن هي مش في ناحية واحدة بس ولو حصل في ناحية مش شرط يحصل في الناحية التانية في نفس الوقت ولو يونيراترال يعني ممكن يكون يونيراترال أه ولكن ساعتها بيكون اسمها هيمي كورية هيمي يعني نصف وكورية يعني المرضي اللي حنتكلم في ده بس فبيقول لك إن هي بتقعد بتيجي بعد ست شهور وبيقول لك إن هي ممكن تكون الكريتيريا الوحيدة الموجودة دلوقتي بيقول لك إن تلت الحالات منها بيجي مع كاردايتس طيب إنت الكلينك اللي برضو عايزت اختبارها هتشوف إزاي هتلاقي إن في الهيستوري خط العيان دي بقى وحش جدا نأشي فريق زي ما أنت شايف ليه؟ نتيجة لإنها لهذه البربس والإسمي اللي هتيجي إنها هذه sudden jerky movement تانية حاجة إن لو إنت طلبت منها إنها ترفع إيدها كده بتلاقي إن إيدها عاملة pronation وإنها تكون عاملة supination لو إنت طلبت منها تعمل أب أسمها إيه؟ فليكشن للشولدر هتلاقي عاملة pronation من بدل supination لو إنت عملت كده هتلاقي نفسك أظن عامل supination هي كمان إيدها خارجة لبرة مش بس pronation عادي يعني أو حاجة اسمها الملك ميدز جريب اللي هو بتكون إيدها بتتحرك حركة شبه الشخص اللي بيحلب البقرة وفيه برضو اللي هي البيانو player أو أظن اسمها البيانو player sign اللي هو كأنها بتعزف على بيانو من قطع حركات صابحة وآخر حاجة إن إنت لو طلبت منها إنها تطلع لسنة هتلاقي إن لسنة بيعمل حركات دودية اسمها worming and movements دلوقتي إحنا ممكن نتكلم عن أهم حاجة وأكتر حاجة مدخلة هذا الموضوع في شابتر الكارديو إيه هي بيقولك إن لو إنت فاكر كان جونس قلنا الجي جوينت لأو كانت كارديتس وقلنا إن الان كانت نوديوز وقلنا إن الإيه الثامورجينيتم والأس صاعدة نهم كوريا طيب أحرتي خلصنا اللي فات كله إلا الأو في الكارديتس هو تحليداً بان كارديتس هو بان لإنه بيشمل هذه الثلاث طبقات فمثل مثلاً الإندوكارديام بيعمل لي فيه إندوكارديتس فلو إنت ماخد بالك إن هذا الإندوكارديام هذا اللاينينج هذا اللاينينج ماشي مع الفلف فلما يحصل لي إندوكارديتس ده الترجمة أنت في دماغك لفالفيولايتس فلما يحصل في الفلف دي inflammation يحصل فيها swelling فلما يحصل فيها swelling تأفل فلو إذا حصل ده في الميترالفلف وأنا أخذي الوقت إن الميترالفلف دي نقص مكان مهم بيحصل transient mitral stenosis يعني transient لإنه مؤقت لإنه حيروح لما الإنفل مشان ده يروح وستينوزيس لإنه قافل وده اسمه carry com smermer طيب ثم نيجي للطبقة اللي في النص وهي المايوكارديام بيحصل في بردول تهاب فلما يكارديتس وصفه مميز لأنه بيعمل لك tachycardia out of proportion to fever يعني إيه الكلمة دي؟ يعني أنا هقولك إن الفيفر لوحدها بتعمل بتعمل tachycardia ولكن بتعملها بمقدار قد إيه؟ إن لو حصل فرق درجة بيعمل لي مثلا up to 15 فرق في ضربات القلب في heart rate beat per minute طيب لو أنا عندي درجة ولكن تلاقيت الزيادة عندي أربعين أو خمسين أوكي that doesn't make any sense بمعنى إيه؟ بمعنى إن الفيفر دي لا تفسر بس تلاتين منهم تلاتين من هذه الزيادة إذن في فرق عشرين أو عشرة في هذه الزيادة الفرق ده فسروا بإيه؟ طيب تفسروا بالمايوكارديتس مايوكارديتس برضو بتفكر فيها في إن القلب مش عارف يكون تريكت كويس ومش عارف يعمل إيه في الفلفز اللي جوها كويس بالتالي يعمل لي مفلد هارد ساونز ومفلد هارد ساونز أو الجملة دي في عيان كارديو تفكرك ضروري قوي بالمايوكارديتس تحديدا ويعمل ليه أريثميا وده منطقي لإنه حصل التهاب الإلكتريكال فانكشنز بتاعة المايوكارديام دي هطبوز فيحصل ليه أريثميا ويقولك إنه يحصل لي ديليتيشن أو فيحصل لي الميترال إنسافيشنسي أو ميترال ريجورج و تريكاسبت إنسافيشنسي أنا كده أفهم إن إندوكارديتس يعمل لي ميترال ستينوزيس نتيجة لهذا الإنفلاميشن والمايوكارديتس يعمل لي في الاتريو اللي هي اللي هي ميترال فالف وتريكاسبت فالف يعمل لي فيهم ريجورج يعني يمكن ده أو ده والمست كومن بيزنتيشن أو المست كومن كلينيكال بيكشر أو ميوكارديتس هي بتبني زي بتبني كارديوميغالي بلس كلمنا عنهم في محاضرة بقدر من التفصيل وأخيراً وآخر حاجة هي البريكارديوم اللي هي الطبقة الخارجية دي طيب البريكارديوم بيقول لك إنه بيبدأ بالأول إنه بيكون حاجة شعور بالشكشكة خلي بالك إن احنا أول مرة نتكلم على بين فعيان كارديو صح؟ ولا إيه تيقلي؟ ما تكلمناش ببين قبل كده خالص فعيان كارديو عندنا في الأطفال طيب إذاً بتفكر فيه إنه أنت عندك بريكارديتس ثم بيقول لك إنه أنا عندي بعد كده في الأولي بيكون بريكارديتس وبعدين يبدأ يتمني بفبريناس انفلاميشن يعمل لي ويت بريكارديتس اللي هو بيشمل بيشمل إنه أنا الوجع ده المية هنا بقى فيه هنا السائل ما فالسائل ما ده دي أسف دي رب مش رن الرب دي حاجة أنت بتسمحها فالمهم إن هذا السائل بيشيل هذا البين هذا الستشينج بين هذه الشكشكة بعد ما كنت بتاني لازقينة بعض هذه الشكشكة بتروح وهذا الريكاردي الرب بيروح لحد ما المكان ده البين الفيسرال راير الفيسرال لاير والبرايتل لاير يتميلي مية يتميلي مية وده يبقى اسمه بريكاردي الإفيوجن وده بيكون فيها أكذا علامة أهمهم الديستنت هارت ساونز والديستنت هارت ساونز لإن انت لو انت هتسمع السماعة من برا فلو المية زادت العمق العايزيد والصوت هيروح في المية دي بلتالي هاي الصوت بتاع الهارت ساونز اللي انت بتسمحهم اللي هو اس وان واس تو ولو لقدر الله في جالوب ريتم اللي هو اس سري او اس فور إذا مش هتسمحهم بعيد شوية خلي بالك هنا مفلد هنا ديستنت غير كده هقول لك محاضرة الهيستري 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 أسف محاضرة الهيستري والإيزاميشن يعني هي محاضرة واحدة بالنسبالي ان انت هتجي لك أعراض الضغط بتاع هذا البريكاردي هذا البريكاردي الإفيوجن اللي بقتلك البريكاردي بحجم موزات حوالين الهارت بيضغط على الأعضاء اللي حواليه اللي هي الميديا ستاينم بيضغط لي على الـ يعمل لي براسي كاف ويعمل لي ويضغط لي على اليسوفيكاس يعمل لي طيب هنا لازم أقول لك حاجة مهمة لأن روماتيك هارت ديزيز كلمة مهمة جدا 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 لازم 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 تفهمها ليه لازم 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 تفهمها علشان إحنا حتى الآن ما وصفناش روماتيك هارت ديزيز ثواني يعني أنا شرحنا ببانكارديتس صح في الإطلاق اللي فاتت دي شرحنا ببانكارديتس طب مش هو ده روماتيك هارت ديزيز لا إحنا حتى الآن بنتكلم في موضوع اسمه روماتيك فيفر روماتيك فيفر منفستد باي جونس كريتيريا اللي هي عندي او إفدنس بلس اثنين من خمسة ميجرس اللي هما الجوينت والهارت بهذه المواصفات وإلى آخره يعني طيب الفكرة بقى في إيه؟ فإن هذا الانفلاميشن بيسيب ريزيديوال دامج فهذا ريزيديوال دامج بيبوز لهذه الفلفات فاللي بيدفق لي في الآخر ككومبليكيشن هو ما يسمى بالروماتيك هارت ديزيز إذن روماتيك فيفر مختلف عن روماتيك هارت ديزيز روماتيك فيفر روماتيك هارت ديزيز روماتيك هارت ديزيز نتيجة لهذا الأكيوت انفلاماتوري رياكشن الموضوع من فويتش وعشان كده كده كنا عادي بنضرب مثال بالميترال سينوز هو الميترال انسفشنسي طيب خلي بالك ان احنا تكلمنا في الأكيوت في الأكيوت انتوكارديتس اللي كان فيه كاري كومز ميرمر اللي هو كان وبالتالي كان ميترال سينوزيس ترانزيينت طيب بعد هذا الدامج لأ هيبقى عندي الميترال ديجورج أو ميترال انسفشنسي مش ميترال سينوزيس اول حاجة نتيجة لان هزيه الفالف ما بتقفلش هيبقى صوت قفلها اوطى بالتالي هسمع ال اس ون اللي هي بتاعة الميترال فالف وطية ودي اول نقطة تاني نقطة ان انا هسمع ان انا عندي صوت وهسمع ان انا عندي pan systolic murmur heard over apex radiating to axilla بيعلى in left lateral position طيب يلا نفكر فيها واحد واحد صوت هو صوت ليه لانه بطيب طيب هو pan systolic لان دا بيحصل عندي في السيستول في وقت بتكون الفالف دي مفتوحة فيه مش عارفين نقفلها فاسناء السيستول انا لو هاكر في ال VSD كنت اسناء السيستول بضخ الدم هنا فروس ساعتها الفالف دي تقفل طب هي انا عندي انا ما عنديش VSD بس الفالف دي مفتوحة بدخ الورق بدخ في الورطة وبدخ في الاتريم تاني فانا برضو يفكرني بان انا عندي هنا انها pan systolic وهي heard over apex لان الميترال اعرب حتة ليه هي ال apex فاحنا بس من اسمها عند ال apex apex of the heart اللي احنا لو انت فكر اسمت ال heart فهو ال apex كانت حتة اللي طرف اللي هو تحت النبل الشمال يعني عشان برضو امرت الخطط شانت طيب radiating to axilla ليه لان هذا اللي عمل لي صوت هذا الميرمر لما يتوسع جامد اوي هيبقى ال extension بتاعه في ال axilla اللي هو تحت بغط العيان بيزيد في ال left lateral position دي انا هبدأ انا فاهمها بها لا ولكن ان في ال انا طبق ال position حسب ما انا حاسس يعني بتكون الميترال فالف دي بتكون بصة او القلب كله باصص الناحية الشمال فانا بنام على الناحية الشمال بيكون هذا الرجرج اقوى فبالتالي باسمع هذا الميرمر اقوى او يكون عندي ميترال ستينوزس يعني ايه يعني ال damage اللي حصل مش عمل لي ولكن افل لي سكة فبالتالي عمل لي ميترال ستينوزس ادي هنا هي شكل في المكان بتاع الميترال فالف وده بيكون عكس الاولينية انا بدلا ما انا مش عارف اقفلها في صوت اوطه لا ده انا بقفلها بسرعة او بقفلها جامعة اتبقى الصوت عالي وفتاحه هنا حاجة اسمها رامبلينج ميت داستوليك طيب ليه ميت داستوليك لان هي الدم ساعتها بيتحرك في الدياستول اثناء ال ايه اسمه ايه الدم ساعتها بيتحرك اثناء الدياستول اثناء الفيلنج بتاع الفينترال اصلا احنا بنحاول نفضي من هزا الاتريم لهزا الفينتريكل في الدياستول فانا ادي مقفولة فعملالي التربيلنس دا فعملالي الميرمر ونفس الكلام ليه بيزيد في وليه بنسمعه عند الايبكس طيب بيقولك ان دا بيقدي الى ايه الفكرة في الجملة دي الفكرة في الجملة دي ادي هزا هو البرموناري قاني لو احنا ادي مقفولة دا بياخد من البرموناري فين فلو ادي تقفلت يبقى البرشور هنا هيزيد يبقى البرشر في المونري فين هيزيد يبقى البرشر فيه في اللونج هيزيد يبقى البرشر في اللونج فاسلس هيزيد ما يسمى بال leather hypertension مما يؤدي الى ان المقاومة اللي بتقابل هزيه الرايت صايد اللي بتودى على اللونج هتزيد فيحصل لي هنا لو انت فاكر هزود الافترود على الرايسايد في دا هارت يعني الرايسايدة هارت فرير ولكن هذا الداميج تايكس ييرز دي نقطة مهمة يعني مش اول روماتيك فيفر مش أول أتاك بروماتيك فيور مش تاني أتاك بروماتيك فيور مش ثالث أتاك بروماتيك فيور ولكن هزيه الدامجس تايك يرز وبعد كدها عندنا حاجة اسمهيه هاورтиك انسيفيشنسي احنا ا slavery والتي عمويترال ري كورج وميترال السينوزيس خلقت الموس كومن ده ولكن ان الساكند الموس كومن هو الاورتك انسوفيشنسي ومش ميترال سينوزي وله الاورتك انسوفيشنسي هايزا اقول لك إنها لي عدة أسباب أهمهم ومسكمن هو روماتيك فيبر ثانية حاجة هتاخد شفتر روماتولوجي مرض اسمه روماتويد أرثريتس ده بيعملني برضه أورتك انسفاشنسي ثالث حاجة هتاخد شفتر ايجينيتكس في الزيادات اللي فيه ان انا عندي مرض اسمه مارفان سندروم وهتاخده في الرامة تخلي بالك برضه بتاعك التالي كان بيعمل لي كاتريكت وكان بيعمل لي لينزيس لوكيشن فالمهم ان المارفان ده بيبقى هو اعيل طويل عنده صابعه طويلة وعنده اورتك انسفاشنسي وعنده مشاكل في عينه ده فكرة المارفان سندروم بس الموس كومن هو روماتيك فيبر وده انا افكرني اقولك ان احنا مش كل الفالفز ومش كل الميرميرز في حاجات اللي قدامنا دول بيكونوا ليهم اسباب اكوايرد فعشان كده برضه لما تفكر فعيان اكوايرد بمعنى ان الديتوف اونس او دونست اوف ديزيز كان متأخر تفكر في الثلاثة اللي قدامك دول يا ترى انت هتكون انا منهم مش تروح تفكرلي في الفي اس دي وتفكرلي في الحاجات الاصلا وفي الفالو ما تقعدش تحتاسي يعني فهم خليك كده عملي طيب الاورتكريجورج ده على فكرة اكبر واقوى مثال لعدل الهايبر ديناميك سيركوليشن ليه؟ لان انت الاورتكريجورج ده اللي بيحصل للدم بيرجع تاني للفنتركل فالفنتركل بيتميلي فبيفضى من هنا فزي ما قلتلك اس ستول بي زيد والدى ستول بي ال فهيالله هنشوف بقى منفستيشنز ده في كل حتة في الجسم عاملة ازاي؟ هي جات مرة واحدة ما قلشت بس هتلاقيهم بصاتكم ان شاء الله رقم واحد البلوت بريشور يعني هنمسك الكل حتة في الجسم حرفيا وهنشوف ايه اللي ممكن يعمللي الهايبر ديناميك سيركوليشن ممكن يكون شكلها اعمل ازاي فيها فهقولك ان ممكن يكون عندي الحاجة اسمها ويت بلس بريشور تكلمنا فيه فرق بين الستول والدى ستول عندي حاجة اسمها هيلز ساين وده بيكون للضغط في اللور لمب بيكون اعلى طيب هقولك ان في الارمز بتسمع هذا البلس في مكان انت مش رابرد تسمعه فيه اللي هو الووتر هامر بلس هقولك في اليتشست هتسمع حاجة اسمها سوبرستيرنل يعني ايه اصل هو الاورتة ده اللي انت بتسمع فيه البلس بيطلع فوق من وراء الاستيرنم او من جنب الاستيرنم وبينزل تحت بقى في الابطومن الاورتة فانت بتبت في الثلاثة الكيج انت الثلاثة الكيج لو قلنا هنا الستيرنم اهي وهيبقى هنا المعدة فبقى دي اسمها ابيجاستريك اريا ودي اسمها سوبرستيرنل اريا اللي اتنين بحست فيهم بالنبض بتاع الاورتة فانا كده فهمت ان انا في اليتشست هحست بايه طيب في اللور لمب احنا كده قلنا الارمز او الابر لمب وكلمنا على البلد بتشر عموما كلمنا على اليتشست كلمنا على اللور ابدومن بقى اسف اللور لمز بقى هيقولك ان انا عندي الفيمرال ارتري بسمع فيه ميرمر تاني الفيمرال ارتري مفروض ما نسمعش فيه ميرمر لان مفروض ان هو سموث والدنيا شغالة كويس لكن انا الحقيقة بسمع ميرمر الميرمر ده اسمه تستل شط وعندي صين تانية اسمها الديولزي صين بتحقيق لي اسمها بتنطق كده يعني ودي انت بتسمحها لما تبدأ تضغط على الفيمرال ارتري واخيرا وليس اخيرا اخرى 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 هي النيك يعني احنا كده ركز معي احنا كده خلصنا ومسكنا الابر لمب خلصناها مسكنا الشيست او كنتو قول الشيست والابدومن ومخلصناها مسكنا الابر لمب خلصناها ونطلع عن الهيد والنيك لكن احنا موسلي هنبقى عند النيك لحد ما نوصل الهيد تحت المهم انا عندي حاجة اسمها كوريجان وكوريجان هي فيزبل البولي سيشنز اللي انا مجرد ببص في النيك اشروح شايف هزيه البولي سيشنز الكارواتي تشادر ان انا لما حط ايدي هزيه البولي سيشنز احسها الديمو سيه هو ان من كتر قوة هزيه البولي سيشنز اللي في النيك من كتر قوة الفرق بين السلو والديستول الهيد النفس ايب رتحرك هنبقى احنا كده ايه وصلنا للهيد وانا كنت تفكرها في الراوند بتاعي الطريقة عقيمة شوية الوهي ان هي الديمو سيه بيقولك ديمو سيه ديمو سيه لو احلى مساء احلى مساء فكأنه بيحرك راسه معاك عشان افتكر ان الديمو سيه دي يعني شادر اوكي بتفكرني بها الكوريجان مفيش غيرهم يعني مفيش غيرها الاتنين حلية تنين الاتنين اللي تحت كنت بيفتكر ان الديمو سيه بتاعت الهيد نوز بهذا الشكل طيب واخر حاجة عندي الاورتكي السينوزيز فاكر الاورتكي السينوزيز كان مصلي ع الفكرة اسمتماتيك في الكونجينو مالهيرestly اذا الاورتكي السينوزيز ممكن يكونكون كونجينتال وممكن يكون روماتيك طيب لو كونجينتال يبقى غليبا باي كاسبت وArco اللي موجودة في التيرنر افتكر معيا بس البي كاسبت وال nectar بس الاسمتش سواء باستينو ماتيك سواء باجره طيب الفكرة في فئ nie إن انت هتبص على الكنجاتر الهورتاليزيزيس ومراحلات ربطا عيتنا اللي فاتت كم نتكلم إنه هو لو اشتكه هيشتك بلو كارتاكا اوتبوت وتكلمنا بقديمًا التفصيل عن الميرمر بتاعه وتكلمنا قلت لك إنه علاجه جراحة إما أو بتقبل للأسطرة عشان نوعسع هذا الصمام أو نغيره وهو قل لك إنه هو أكتر في الميلز إذن الكورية أكتر في الفيميلز والأورتكستينوازيس أكتر في الميلز طيب فينا كام نقطة عايز اكد عليك انك تكون فاهمهم ان زي ما قلت لك الأكيوت روماتيك فيبر هي الأكيوت أتاك اللي احنا بنشخصها بالموديفايد جونز كريتيريا الهارت ريزيز الريوماتيك هارت ريزيز ده الريسيدي والدامنش اللي انا بشخصه بان انا باخد الهيستوري بتاع الأكيوت روماتيك فيبر خلا بقالك في الهيستوري مش في دلوقتي يعني ده مش هيبقى دلوقتي حاصل في في بوليارثرايتس دلوقتي وفي دلوقتي اريثيامورجينيتا لا 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 الكلام ده حاصل قبل كده ودلوقتي انا سمع ميرمر بفسره من خلال هذه الروماتيك هارت من خلال هذه اسف الروماتيك فيبر اذا الروماتيك هارت ريزيز تاني هي الريزيدي والدامنش الموجود شاكل انت في التشخيص بتكتب روماتيك هارت ريزيز مش بتكتب اكيوت روماتيك فيبر وهقولك ان لو البيشنت جاله لو كان عنده جينيك سيبتابيليتي وجاله في مرة فرينجايتس بالسترينز اللي احنا كلمنا عنها هو لايبول للريكارنس ومشكلة الريكارنس مش في اي حاجة من الجونز كريتيريا غير البانكاردايتس ليه لان البانكاردايتس بيعمل لي هذا الروماتيك هارت ريزيز ومشكلة ان بيقولك ان بمعنى ان لو انا جالي كاردايتس في غالبا هجيلي في الاتاكس اللي بعدها فده يدعو لي فكرة البريفنشن وحاجة اخيرة احبابي اكد عليها ان الجونز كريتيريا برضو بتعتمد على ان يكون عندك 2 ميجر او 1 ميجر بلس 2 مينر فلما اقولك ان انا عندي ارثرالجيا بس او اقولك ان او او مثلا اقولك ان انا عندي ارثرالجيا انا عندي evidence of stedococcal infection اوه يعني اوه هجيلك في الكيس بتاعتك في الامتحان اهو evidence of stedococcal infection الانتيبودي في السمن وعندي ارثرالجيا او ارثرالجيا على فكرة دي مش روماتيك فيفر ليه لازم معايا كريتيريا تانية احطها جنب الميجر طب دي اسمها ايه بقى اسمه ايه المضوع ده اقولك اسمه reactive arthritis ان انا عندي بكتيريا دخلتلي بتاعت هزا بكتيريا يشمل reactive arthritis اللي انت هتاخده في واللو حصل بعد كده يعني ده كده ده اثناء الاتاك نفسها بتاعت اللي هي اثناء الانفكشن بتاعت اللي ايه بتاع السريبتو كوكاي طب لو حصل بعد السريبتو كوكاي يبقى اسمها post streptococcal syndrome اللي هي arthritis طيب انا دلوقتي عالج العيان عالج العيان فانا بدأت هنا بعيان جالي phalangitis اول حاجة جاء حصلتلي ان انا جالي عيان عنده phalangitis ايه عادي انا ما عرفش هو لسه جينيتيك جينيتيك ليسه زبت طبول لاحقا حصلوش اي مصيبة عادي ما حصلوش اي مصيبة الحمد لله وربنا ان شاء الله ما يجي مصايب عملو ايه عارضو كويس فاول primary prevention اللي هو العلاج اللي بيمنع المرض اصلا انو يجي انو انا اتريت هذا phalangitis فبالتالي الجهاز المناعي ما يعودش مع البكتيريا كتيرة بيكتشف ايه ده ده احنا القلب عندنا عنده بكتيريا او القلب عندنا عبارة عن بكتيريا اصلا ويقعد بقى ايه يخضع في نفسه ويقعد يتشقلب في المكان ويقعد يبقى تكسرين للدنيا طيب انا ازاي بعالجها في فالنجايتس انا بعالج سريبتو كوكاي بعالجها ازاي اننا لمدة عشر تيام بتديلوه دول اللي هو الفينوكسي ميثايل بنسلين ده اورل ومجرد بنسلين سريبتو كوكاي بناخد لها بنسلين لو انت تفكر في الانفكتف اندوكارديتس كان السريبتفر دينز برضو بناخد لها بنسلين هي قواعد المايكروب بيولوش كده ممكن اديهولو حقا عضل اللي هو البروكين بنسلين ممكن اديهولو بقى ايه حاجة اسمها اللونجا اكتنج بنسلين اللي هو البنتاسين بنسلين لو انت فكر في الدرماتولوجي هتلاقيك خطو على فكرة في السيفلس فانا بس برضو بعمل لك كوريليشن عشانو انت بزاكر او انت بتسمح تبقى الحاجات تحس كده ان المرهج بيتراجع في دماغك وجرعية البنتاسين دي مهمة اللونجا اكتنج بنسلين ده مهمة بيختصر بلاب ولكن مش صعب قوي ليه؟ لان انت لو اقلم 6 سنين بتدليه 600 الف انتوناشا ديونيت اكتر من 6 سنين بتضربهم في 2 يعني مليون و 200 الف طيب انت فشلت في هذا العلاج وطلع العيان ده حظه كده كان فانت محتاج ان انت اجيله دولات يأتاك في ريوماتيك اكيوت ريوماتيك فيبر لا يعبار عن ايه؟ لا يعبار عن جونز كريتيريا اللي هم أرثوريتس كاردايتس نوديول ساعد الهام كورية مصبوط طيب لو انت بقى حيجيلك هزيهم هزي منفستيشن هتعالجها ازاي؟ برضو هتعالج البكتيريا وهتعالج هذا هتعالج هذا المنفستيشن اللي طلعلك طيب فانت هتعالج البكتيريا ازاي؟ زي ما انت لسه شايف هنا ما فيش مش طريقة جديدة سوري طيب وممكن تحتاجك تدخلوا في المستشفى هتدخلوا في المستشفى قد ايه؟ يلا نشوف هقول لك ان هو هقاسف هقول لك ان هو هيبقى على حسب هذه المنفستيشن ايه منهم اللي جاي لك؟ اصلا انت ممكن يجيلك اتنين بس من الخمسة فمش شرط مش اي عيان هيجيلك كوروماتيك فيفر هتعالجه بنفس الطريقة لكن هتعالجه حسب الكوروميو منفستيشن اللي عنده اللي هي احنا مجمعينها في هذا الجدول الرائع اللي هو ايه؟ بيقول لك ان الارثوريتس لو جايلك بارثوريتس بس هتعاجزه في المستشفى اسبوعين لعله وعسى ان شاء الله انه لقدر الله يخش لقدر الله يخش في كوروديتس تبقى انت يعني ايه معاه فانت تلحقه ساعتها بتتديله السلسلات والسلسلات جرعته مهمة ودي اول نجمة منهم ان السلسلات السلسلات جرعته ان هي مئة كيلو جرام ان هي اسف مية لكل كيلو جرام مئة ميلي جرام لكل كيلو جرام في اليوم بحد اقصى عشرة جرام ركز معي تاني مئة 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 ميلي جرام لكل دي كيلو جرام في اليوم حد اقصى عشرة جرام لحد ما يتحسن خلي بالك الارثوريتس ريسبونز يعني ماجيكلي سحرا لهذا السلسلات. اذا بيجي له clinical improvement. لما يجي له clinical improvement يعني ده اكيد هيجيه clinical improvement ان شاء الله. هصلك تقلل الجرعة ل75 ميلي جرام لكل كيلو في اليوم لمدة شهر. لمدة شهر بعد ما ايه ما هذا clinical improvement هديت. ليه علشان ما تتكررش تاني ويجي لك تاني مش قادر يمشي نتيجة هذا الارثريتس. طيب اذا هو كان جالك بيكرديتس هتحجزه عندك شهر كامل. فاكر انت الشهر ده اللي انت كنت تمنع فيه rebound. هتحجزه عندك شهر كامل. ادي انا الاربعة البتاع دي. شهر كامل تحجزه عندك. وتدي له فيه cortizone. اللي هو ايه? اللي هو اورال تحديدا مش حقا يعني. تدي له ايه? اتنين ميلي جرام لكل كيلو جرام في اليوم. ودي جرعة مهمة للغاية. هتتكرار كتير. هتجي لك في لأسئلة لكل يوم. حد اقصى ستين ميلي جرام. فوق هنا. حد اقصى عشرة جرام. هنا الحد الاقصى ستين ميلي جرام. وبتتقسم على تلاتة دوزيس. طيب. بيقولك ان تبني ديها مدة عد ايه? لمدة اللي هي اربع اسابيع لستة اسابيع. وفيقولك ان في اثناء ده ان انت بتعمل بعد ما العيان خلاص الحمد لله. في اثناء هزه بتدخل السليسليت اللي هو اللي كان التاني. لو عند الكردية تسخف. بتروح مدخل السليسليت اللي هو ايه? خمسة ومعين ميلي جرام لكل كيلو جرام لكل يوم. ماشي. واسبوع بعد الاسبوع. اه بعد التابر ان انت بتعمل تابر انت بتعمل مدة اسبوعين. يعني انت بتجو العديق كاملة. بل انت قلل واحدة واحدة المدة اسبوعين. اسبوع منهم تفعل دي. الاسبوع التاني تدي السليسليت. وبعد ما خلصت خلاص الكورتيزون تكمل السليسليت ستة اسابيع كمان. يبقى كده السليسليت تقوتل ستة اسابيع. سبع اسابيع. وخلي بالك ما ده الموس كومن اصلا وده الساكن موس كومن. طيب. لو جالك كوريا. وقت الكوريا دي يعني صابة اوي بتدي للبنت فينو باربيتون. فينو باربيتون ده وهيكرر معك في منهج فابقى جمعه وانت ماشي واحدة واحدة. عندك الهيلو بيريدول اللي هو اسمه صافي نيز بتهيألي. اه برضه ممكن تسئل فيه في مرة في سؤال ما في مكان ما في تكنات ما. واخران وليس اخران ممكن تدي ستيرويدز. طيب. ولكن احنا برضه اتكلمنا انه ممكن نحصلي كارد اه بان كاردلايتس هي منفست بهارت فيليار عنيف. فساعدتها برضه روح فلتفتكر العناصر بتاعتي عندي اللايف سايل عندي الدايوريتيكس عندي الديجيتاليس وعندي الفازيو ديوليترز. وفي الحالة دي لو عنده هارت فيليار. لو ده اكتر عاجة انا خايف منها انا خايف منك كاردلايتس ليه عشان هارت فيليار ده? عشان الروماتيك هارتي ديزيز. فساعدتها هروح انا عمللو اه اعدوا في المستشه معي لمدة شهرين اللي هو 8 اسابيع. اقف هنا بس وقفة واقولك ان السلسلية مرض في الاطفال هتاخده في الفي ان انت لما يجي لك عيل بيهرش عنده مثلا chicken box انت هتدي له اسبيرين عشان بيهرش عايزين انه مسكن بيروح جاهل رايس اندروم مخه يبوز دماغه تبوز اخو مخه يبوز وكبده يبوز وانت ايه تروح في ده يا طب ليه لان في حاجة اسمها اديو سنكراتيك او يعني حاجة مش تابعة للدوز ريس بونس ريليشنشيب في السلسلات بتعمل لي تفايد افكت في الاطفال شريع اسمه رايز رايس اندروم او فبفا انت بيقولك السلسلات ده انت بتديه في الضرورة القصوى اللي هي ايه اللي هي الاروماتيك فيبر عشان هزيه الاستراتيس ومرت تاني اسمه كاوزاكي هبوز القلب لو انت ما بتقولوش برضو ودي نقط مهمة ان انت تبقى عارفها انا قلتك ان العيانين بتوع السيانوتك هارت ديزيز بياخدوا اسبوسيد واسبوسيد ده لوروز اسبرين انا معرفش ايه بياخدوا اسبوسيد صراحة ايه برضو الجرعة بتاعت الوروز اسبرين بتبقى ثلاثة ميلي جرام لكل كيلو جرام في اليوم بدل خمسة وابعين دي بتكون ثلاثة لخمسة طيب انت خدا خلاص عالكتو والدنيا تمام ارجوك بقى حافز عليه وهو متعالج يعني ايه علشان لو جالب اتاك ديه كذا مرة هيحصله اه اه الهو اسبروماتيك هارتي لزيز اللي هو العيان اللي هجيلك في الراوند يعني العيان هجيلك في الراوند ما عملش ده لسه لسه ما عملش ده بس فانت هتعمله ازاي بقى والله انا بدي هزي كل اسبوعين ولكن يهمني ان انت قبل كل مرة المرة تديها تروح عمل الالرجي تيست علشان حتى لو عمل متين مرة قبل كده وما كانش عنده الالرجي ممكن يجيله الالرجي مرة واحدة ولو هو الالرجيك بهذا الالرجي تيست روح عمله انديله اريتروميسن بيقولك بردو ان الفينوكسي ميثايل بنسيلن ده ممكن يتأخذ انه هو الاورال يعني طيب اه بيقولك ايه ان انت فيه وقت معين بتدير للعيان ده يعني انت هزا البيبنشن مش للأبد الا لو كانت يكر دايتس وده شيء منطقي طيب اه فبيقولك الفكرة في ايه لو من غير كردايتس ممكن تديله خمس سنين from the last attack or لما يبقى عنده واحد وعشرين سنة مما يعني ايه مما يعني سي ان هو اخر اتاك جتله وهو عنده عشرين سنة لا تستنى لحد ما يبقى عنده خمسة وعشرين طيب اخر اتاك جتله وهو عنده عشر سنين لا تستنى ليبقى عنده واحد وعشرين سنة لو كردايتس ويت فور لايف طيب انت ما عملتش هزا الكلام لم تقوم بهزا ال second prevention ما حافزتش على هزا الجدول من الحؤن المراد الحيوي فرع العيان جالك تاني في روماتيك فيفر فتروح انت تاني معالج التريتمنت معالج السريبت وانبيت الانتي بيوتكس ده وتروح تاني مدخلو المستشفى وتروح تاني شايف هو عنده ايه وتعالجو به لحد ما يخف طيب هو بقى ايه الفكرة ان هو مدخل في نتيجة لان كل شوية يغيب فيروح هنا فانت فتعالجو في هنا ما يعرفش يعمل حاجة فيروح راجع تاني ساعتها يروح داخل في ال infective endocarditis وده اللي اسمه tertiary prevention اللي هو ايه ان انا بقى حصل لي complication خلاص طب يلا complication z ما تودناش في ستين داحية بس هزا هو الفكرة بتاعت الروماتيك فيفر طيب احنا هنا هنستوب and re-assist احنا وصلين لحد فين مفروض يكون في هنا صورة الراجع اللي بيرفع الصخرة بس انا نسيت احطها ايه تماغنوز بتاعنا الكيس هو فروماتيك هارتيز ليه لان اعيان كان عندو pharyngeitis وبعدين بقى عندو modified Jones criteria دلوقتي لأ قابل كدا ولكن دلوقتي ماشي على جدول من حوال المراد الحيوي اللي هي يعني انو نتقينو روماتيك اكتيفتي معندوش دلوقتي راطئن Infective Endocarditis يعني دلوقتي حالا ما سخنش وما تباق وما جلوش رومبوتيك مانيفستيشنز ما حصلوش انفكشن في الفلبة نفسها ولكن عنده Autoimmune Manifestation في السابت الهارت كله طيب complicated with failure to thrive نتيجة لهذا مرض اللي هو مبهدله قلب ومدخله في قانيكهارة failure كمان احيانا بتلاقيه عامل ايه failure to thrive فبالتالي هل تقدر لو اسألتك ليه ultramatic ليه ultimatural incompetence ليه ult heart failure ليه ultramatical activity ليه قلت كل الكلام ده لو انا سألتك ازاي تعالج هذا العيان اللي قدامك ده هتعرفت هتعالجه ازاي رب تكون عرفت اذا لما تشوف هذا المرض ارجوك كم من علاج العيان ده صح اللي انت تديله لو هو عنده ده نتيجة للسريبت عنده هذه البقعة البيضاء تديله لمدة عشر تيام ضد دحاوي بنسلن او تديله اللونجا اكتين بنسلن مرة واحدة وتخلص وشكرا جزيلا ولو انت وصلت لهذا الجزء من الفيديو انا يعني عارف ان المرة دي يمكن معرفش هل المستوى شرح قال له ولا زي ما هو ولا زاد ولكن انا النهاردة مش في الفورمة فشكرا جزيلا انت وصلت لهذه المرحلة وان شاء الله تكون استفدت الحقيقة ان انا معلتش ان انا رحت وجبتلك الصورة علشان انت تستاهل ان انت رفعت الصخرة دي من هنا لغاية هنا وعلى فكرة انا نسيت اقول لك معرفش ازاي نسيت اقول لك ان احنا دلوقتي في اخر موضوع في الكارديولوجي ومبروك يا فندم انت كده خلصت الكارديولوجي والكن ادللك بس محاضرة صغيرة اوي 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 هيا محاضرة كبيرة صراحة انا مسحكش عليك بتتكلم عن ال..ا..ا.. انت كده كده ان شاء الله تكون برنسي فيهم يعني بس انا هعمل لك بردو المحاضرة دي علشان يكون التاكدة بتاعنا مكتمل وعشان لما تشوف عيان الكارديو بتاعك بقى في الراوند في الامتحان في الشارع في البيت في حتة تعرف ايه تزبط الزبط التمام وتاخد الهسوري التمام والإجزاميلياشن التمام وتاخد الدرجة التمام وتبدين يا كلها تمام ان شاء الله وشكرا جزيلا